بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعليه وصحبه وبعد اليوم إن شاء الله معنا برنامج في مجال مختلف بعيد عن البيع والشراء والحسابات وفوتير وإنما هو في مجال خدمي والمجال عبارة عن موقف للسيارات يكون بجوار حديقة أو مكان عام زي مطار أو مصالح حكومية أو كذا ويكون له ساعة انتظار يأتي العميل فيدخل الموقف فيدخل البركة هذا فيترك سيارته ويتم حسابه بالساعة أو باليوم أو بعدة أيام وطبعا في شرائح مختلفة على حسب مدة وقوف السيارة طيب تعال نبدأ نشوف الشغل طبعا على الطبيعة والبرنامج مصمم على Microsoft Access يطلب منك اسم مستخدم وكلمة مرور مجرد ما تفتح بيفتح لك هذه الواجهة الرئيسية وفيها أربع شاشات دخول زي كده الشاشة الرئيسية أو المنفذ الرئيسي هو الدخول للسيارة ويكون عليها أكثر استخدام لكن نحن الآن نبدأ نصفر البرنامج حتى نبدأ من الصفر الآن دخول السيارة إذا دخل في بداية دخول السيارة بتفتح هذه النفذة أو بيفتح المستخدم أو الموظف اللي في هذا الموقف بيفتح هذه النفذة زكاة المواقف عندك مرقمة بتختار رقم الموقف من هذا السهم يفتح لك جميع المواقف المتاحة اللي هي غير مشغولة يفتح هذه المواقف اللي هي الشاغرة اللي هي الفارغة ولكن في هذا الموقف خاصة وكل مواقف عنده ليست مرقمة فكلها تعتبر رقم واحد رقم قائد المركبة طبعا هنا يمكنك استخدام قرأ البركود بحيث أن تقرأ من خلال بدل ما تدخل الأرقام يدويا بتمسح شفرة اللي موجودة على الهوية بتاعة العميل بتاخد طبعا رقم هويته ورقم الرفصة أو رقم حتى اللوحات بتمسح رقم الهوية زي كده أول لما بيفتح لك إذا هو بينظر في الخلفية عنده بينظر في قاعدة البنات الموجودة في الخلفية إذا كان القائد غير مسجل أو العميل غير مسجل بيطلع لك رسالة ومن ثم يذهبك يأخذك إلى إضافة هذا العميل الغير مسجل تسجل طبعا بتسجل رقم العميل هنقول مثلا محمد علي تكتب اسمه ورقم جواله حبيت تكتب رقم جواله ضروري الجنسية والعنوان أشياء اختارية إذا حبيت تضفها بضفها ما حبيت تضفها ما فيش مشكلة وبعد ذلك هو يدرج لك هذا العميل في القاعدة البنات ويأتي له ويسجله في هذا السجل تمام ويقول لك أدخل السيارة مجرد تضغط دابل كليك على هذا الحقل يخرج لك كود للسيارة مباشرة ويخرج لك رقم السائق رقم السائق طبعا هو رقم السائق وجايبه من الخلفية السيارة دي المفروض أنها تابعة لرقم السائق هذا أو رقم العميل هذا تمام فبعد ذلك يطلب منك رقم اللوحات تدخل له رقم اللوحات إذا كان فيها أرقام وحروف بتدخل أرقام والحروف حبيت تدخل أرقام فقط يعني طبعا دي حاجة بترجعك أنت يعني بتكون أفضل أمنيا من النحية الأمنية أفضل إذا يعني بستجل نوع السيارة تستطيع استجل نوع السيارة وعندك جميع أنواع السيارات موجودة من أول إذا اخترت مثلا تيوتا يخرج لك جميع المركات التابعة لتيوتا لو اخترنا تيوتا يجب لك جميع المركات التابعة لتيوتا حبيت تضيفها يعني جيد إذا حبيت أن أنت يعني تسرع في تعمل التسجيل بتسجل بس يعني نوع السيارة ليس ضروري للمركة وللون هذه الأشياء الختيارية بيضيف لك السجل وعندك إجمالي الحساب هناك تعريفة هنا تعريفة في عادية وهي سعر الساعة العادية وهنا سعر الساعة المخفض وطبعا يعني اليوم الواحد يعتبر بيعتبر بشريحة معينة يعتبر بيعتبر كأنك عدت 24 ساعة يعني إذا دخلت ساعة وطبعا بترجع إلى صاحب المكان هو اللي بيحدد هذه الأسعار الآن إحنا هندخل هذا الرجل بتاريخ يعني القديم لأننا سنخرجه في الحال سندخله مثلا من تاريخ الساعة السابعة وتاريخ 29 سابعة 2019 الساعة الآن السابعة هنقول له دخل الساعة الواحدة ظهرا مثلا طبعا هذا التاريخ بيكون مؤمن في الطبيعي بيكون مؤمن ما يستطيع أحد أنه يحركه أو كذا لكن بس لأننا احنا فيها يعني في حالة العرض لهذا المنتج فبنحركه وإذا ضغطت له قلت له موافق يخرج لي عن طريق طبعة البركود يخرج لي يخرج لي هذا الإيصال الإيصال طبعا بيكون في بيكون في شفرة بركود على أساس أنه هو العميل وهو خارج يستخدم هذا الإيصال يمسحه مجرد يمسحه بس على قرأ البركود يطلع له إجمالياته يطلع له الفطورة بتاعته ويطلع له جميع البيانات ويطلع له فطورة الدفع هنا الإيصال هنا بيكون في مكتوب في بيكون في مكتوب في رقم الموقف وإسم المستخدم ورقم الإيصال ورقم السيارة وإسم العميل ووقت الدخول وتاريخ الدخول والشفرة طبعا اللي هي بيمسح بيها على البركود وهو خارج بيأخذ العميل هذا بيحطه في الشمسية أو بيحطه في السيارة أو بيحطه على الطابلو وهو خارج بيعطيها للموظف أو يعطيه رقم الإيصال حتى يتم إخراجه وحساب القيمة المطلوبة منه تمام؟ الآن احنا دخل هذا العميل اللي هو اسمه محمد علي دخل الساعة السابعة دخل الساعة واحدة وثلاثين دقيقة والآن سنخرجه يعني مجرد تلغط على هذا الزر يفتح لك هذه الشاشة الصغيرة وبعد ذلك تمسح العميل بيكون معه طبعا الإيصال هذا بتمسح على هذا الإيصال بالبركود ويتم طباعة الفاتورة بجميع بيانته لمحبي احتراف تصميم البرامج باستخدام برنامج اكسس إن شاء الله نبدأ مجموعة جديدة في دورة تصميم ببرنامج مخازن وحسابات الدورة أشبه بدرس خصوصي معلومات تهمك تستطيع بعد إكمال الدورة تصميم أي برنامج مالي أو إداري الدورة مكونة من 90 فيديو حوالي نصف ساعة لكل فيديو تدرس وقت ما تشاء فجدول الدراسة غير مرتبط بوقت مرتبط باستيعابك للفيديو ولن يستعجلك أحد خذ وقتك إن وجهتك أي صعوبة أو أخطاء في تنفيذ الفيديو تواصل معي على الواتساب لنعيد لك الشرح أو توضيح الخطأ في حينه التصميم تطوري حتى يكون سهل الاستيعاب وتتمرن فيه على تطوير برنامجك وتكون مرينة تفكير يمكنك البدء حتى الفيديو رقم 5 قبل الاشتراك مجانا تحصل على مجموعة برامج مع شرح تفكيكها في آخر الدورة قائمة تشغيل بها شرح مسار الدورة وفيديوهات من تصميم زملاء حصلوا على الدورة لتعرف المستوى الذي ستصل إليه معك حتى التمييز تمام الآن نفسحت بالبركود فطلع لي الفاتورة الفاتورة طبعا فيها رقمها رقم الإصال هو نفس رقم الفاتورة والمستخدم ورقم الموقف واسم قائد السيارة ووقت الدخول ووقت الخروج والمدة بالساعات ست ساعات والمدة باليوم 25 ربع يوم ربع يوم الإجمالي 15 هو طبعا يعني فوق هنشوف دلوقتي لما يتعدل 24 ساعة كيف يعني هيتسجل تمام وبيبقى المطلوب الإجمالي 15 ريال أو جني أو أي كانت العمل تمام الآن هذا العميل شوف أصبح مسجل عندي اللي هو العميل رقم 16 38 لما يجي لي مرة ثانية أقوله 16 38 يقول العميل إيصال محمد علي وعنده سيارة موجودة أيضا عندي اللي هي تويتة لاندو كروز لونها أحمر وهويت وكذا تمام مش محتاج أننا أسجله مرة ثانية طيب بس الآن نحن ندخله يعني في تاريخ قديم حتى يتم حساب العدد قيمة متغيرة قيمة غيرة التي أدخلناها الأولى هنقول أنه دخل من تاريخ 28 28 الساعة الثانية ظهرا تمام يبقى كده يوم وزيادة شوي طيب هنقول موافق تم الإدخال وطلع لي الإيصال برقم 16 38 تعالى نخرج هذا العميل طلع لي الآن بياناته شوف طلع لي مطلوب منه 18 15 18 و 15 من 100 18 18 ريال و 15 هل لا أو 18 جنيه أو 18 أي أنكات العملة تمام وقال المدة بالساعات 29 والمدة بليوم يوم و 20 21 الآن هو حسب اليوم بـ 15 وبدأ يضرب بقية الساعات في السعر العادي طيب الآن لو دخل عندنا لو العميل دخل في تعدى هل نحن قال العميل ده رقمه 16 قال رقم العميل كان رقمه كام 16 38 تمام هل هو 16 38 30 اللي هو العميل الاسم محمد علي وندخل بنفس السيارة طيب لما هقوله أن العميل ده جلس عندي أكثر من يومين أكثر من يومين هيدخل في التعريف المخفضة اللي هي سعر الساعة المخفض 43 هيبدأ إضرب العدد الساعات في 43 تعال نقوله أنه دخل من يوم 29 نقوله من يوم 25 وخلينا نعطيه موافق رقم الإصال 16 39 تعال نخرج هذا العميل طبعا بعد المفروض 4 أيام طلع لفطورة الفطورة المدة فيها بالإجمال اسم قائد السيارة ووقت الدخول 25 سبعة الساعة سبعة 38 قال لأربعة أيام فعلا وضرب اليوم الواحد في 40 ريال يبقى 40 80 40 ريال 80 حسب اليوم الواحد ب 4 10 ريال بما يعادل تقريبا 10 ريال يعني ضرب سعر الساعة في التعريف المخفضة التي هي 43 هل لا طبعا يعني تستطيع إذا كان عندك نشاط مشابه طيب الآن استعرضنا إدخال السيارة وإخراج السيارة استعرضنا إدخال السيارة وإخراج السيارة طيب الآن نستطيع أن نضيف عميل من هذه نستطيع أن نضيف عميل أو نبحث عن عميل برقم جواله حابت أننا أتواصل معه مثلا أبحث عنه بالإسم حابت أننا أضيف عميل جديد بضيف ويطلع هنا يعني بيطلع هنا عدد العملاء طبعا هم كلهم ربما 105 المسجلين حاليا عند التقارير استطيع أننا استعرض الدخول استطيع أننا استعرض الخروج استطيع أننا استعرض السيارة التي دخلت وخرجت في هذا اليوم أو التي خرجت فقط في هذا اليوم وأستطيع أننا استعرض السيارات الموجودة عندي حاليا كم سيارة عندي أستطيع أننا استعرض الدخل طبعا الدخل هنا المفروض هو أكثر من ذلك لأننا سجلنا حركات بتاريخ قديمة في قبل 73 95 إجمالي الدخل وعندي طباعة تقارير تقرير مختصر من تاريخ لتاريخ عفوا من تاريخ لتاريخ ودخول فقط أو خروج فقط وبهذه السهولة يتم إدخال وإخراج السيارات طبعا إذا أعجبك البرنامج تستطيع أن تطلبه تكن عندك نشاط مشابه وكذلك إذا عندك نشاط مختلف تستطيع أن تطلب له تصميم نصمم لك النشاط المناسب أو النموذج لا تنسونا من الدعم والاشتراك والمشاركة والسلام عليكم ورحمة الله هل ترغب في تعلم تصميم برامج مالية وإدارية احترافية؟ مللت من إهدار وقتك في دورة العشوائية؟ تحلم في أن تصمم برامجك بنفسك وتبيع برامج لعملائك لكن لا تملك الوقت الكافي دورة تصميم برامج مالية وإدارية بسخدام برنامج عكسيس من قناة سيد بدران تأخذك خطوة بخطوة لتصبح مسمم برامج متميز وقادرا على تحويل الأفكار إلى برامج سهلة ومارينة دون الحاجة إلى أي خبرة مسبقة برنامج عكسيس هو البرنامج الأكثر استخداما في شركات صغيرة والمتوسطة تبدأ هذه الدورة بشرح أساسية قواعد البيانات وتأخذك خطوة بخطوة لتصبح قادرا على تصميم برامج قوية واحترافية تعتمد الدورة على التطبيق العملي التطوري وستتعلم فيها كيف تصمم برنامج مخازين وحسابات صالح للعمل في جميع المحال وشركات بواجهات جميلة وجذابة وكذلك برنامج حسابات وفق لنظرية القيد المزدوج بعد إتمام الدورة ستصبح قادرا على تصميم برنامج مالي أو إداري باستخدام برنامج ستمتلك الأسس السليمة التي تساعدك في العمل مستقبلا كمصمم برامج محترف سواء إن كنت مبتدئا أو لديك معرفة متوسطة وترغب في ضمان مستقبلك الوظيفي أو العمل كمصمم برامج مستقل هذه الدورة موجهة لك وهي فرصتك للدخول بقوة ومنافسة المحترفين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر